السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المرسلية وانت بتفرج على قناة بيم عربية ودروقات نشوف مع بعض كتاب من اهم كتب بتاع البيم اللي هو AEC UK هو خارج من بريطانيا بيم تكنولوجي بروتوكول وده مجيني هتلاقي رابط اسفل الفيديو ده من اهم كتب فعلا اللي بتتكلم عليها موضوع البيم وهي شعلك حاجات كثيرة جدا زي ما نشوف مع بعض وهنا بيكلم بالسكوب بتاع كتاب الغوت هيناش ايه في البيم والمراجع اللي هو مستند لها طبعا بتقريم كل المراجع دي تكلمنا عنها بالتفصيل على قناة بيم عربية وهنا بيكلم على الريفرس هو الـ CPI و CIC و الـ BS1997 و الجزال أول والتائمي والتالي في الرابعة و هكذا وبعد كلا بياخد تعريفات يعني ايه كونبوننت عنصر مثلا الكونتينر موديل ده بيبقى موديل بيجمع فيه كل الموديلات مثلا معمارة والشاوكة وكهرباء او بيبقى مبايني كذا بعد نتجمع في ملف واحد عشان ناخد صورة كاملة عن الموضوع وهو هنا بيقولك ان من خلال ممارسة الناس لموضوع الدم وقدربوا كذا اسلوب فاحنا وصلنا الانسب طريقة وبنقدمها لك ده حيث ان انت بدلا ما بتاخد وقت مثلا عشر سنين لا احنا بنقدم لك خلاصة الخبرة تعالي لك واذا ابسط طريقة ممكن تشغل بيها واهم التعريفات اللي انت ممكن تسفد منها وهكسب ويقعد كده هنا مثلا السورة ده بيقولك في الفرق بين 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 مانجمنت والكوردينياتور والراجل اللي بيعمل موديل اللي هو ممكن نسميه موديلينج او بنسميه بيم سبيشياليست فمثلا البيم مانجمنت سواء من الكلام بيم مانجر الراجل بيدير او البيم مانجمنت الادارة نفسها بيبقى فيها حاجات استراتيجية زي مثل ان هو يعمل سيرش ان هو يشوف الخطوات بتاعة الورك فلو او بتعمل ازاي يزبط الستاندرد ويعمل ترينيج وفيه جزء خاص بيه الاستراتيجية ده من حاجة بتاعة المانجمنت بس اوه بش نطلق منه ان هو يعمل الموديل مسلا بش نطلق منه ان هو يمتج بروداكشن يعمل هو دل او يعمل دروينج بروداكشن الكوردينيشن بيشارك فيه الترينينج وبيشارك فيه الاستراتيجية خاصة بيه المانجمنت وبيشارك شوائه في الموديلنج اللي بزيت له وحاجه اوه تقدام الناس اللي بتاعة الموديل هو ممكن يدخل لساعدهم الموديلنج الراجل اللي هو مسؤول عن عمل موديلنج هو ببقى مسؤول موديلنج ويطلع الدروينج بروداكشن دي اهم الحياة اللي يعمل دروري السكيلز في متكس فلو انت مثلا شغال في الموديلنج وعايز تخش للموديل كوردينيشن يبقى لازم تركز ازاي تعمل موديل او ديت ازاي تعمل كوردينيشن ازاي تعمل اكستوشن بلان ازاي تريد تسخل في الترينينج لو انت كورداشن عايز تخل في بيم مانجمنت لازم تشوف الريسارش وتشوف البروست اندونك فلو وتشوف الستاندرد وهذه الأشياء دلقة تبقى ندخل مثلا على السراتيجيات بتاعة البيم مانجمنت بتبقى تشوف الخطوات اللي هتبقى تبقى عليها هتعمل موديل فين موضوع البروستشن بلان هيتعمل ازاي الاودت بتاع المالجفات ازاي تأكد الناس تشغالها مضبوطة على الحاجة اللي انت بتعملها وبعد كده البروستشن بلان طبعا كل نقطة من دول اللي شرحت في فيديو خاص كامل في بيم ماريبيا وشرحت في مجلة بيم ماريبيا وشارك فيها ناس كتيرة من ناس الأخواض الكافيات فالبيم ماريبيا لازم نركز ايه الموديل اللي هتعمل ده الموصوب بي ايه او ايه الهدف بتاعه السفتوير البرامج اللي احنا نشرح بيها اللقاءات ففي بقى فيه كاز لقاء كيك اوف مثلا او فيه لقاء مثلا بالنريفيو وفيه لقاء مثلا طبعا في الاول كام لقاء ده بيبقى الكلام زي الفل وهنعمل وكلام حلو قوي فالإدارة العليا بتروح وتاكل شكولات او حاجة كده بعد كده لما يذكر بقى في المشاكل يبعثوا الإدارة العليا لما في اخر مشروع بقى فيه اخناقات بقى وشتيما وبتاع فيبعثوا الناس ايه الغلاوة اللي زي حالاتي كده طيب فيه كوردينيشن نزبط كوردينشن طبعا بديم تحابه لما نبقى شغل خالص الداتا دي اهم حاجة وهو الانفرميشن فازاي هنحافظ عليها وهكذا او فيه بيم كوكوف اللقاء فيه بيم ريفيو ميتنج وفيه ديزاين ريفيو ميتنج مهم بالنسبة لنا البيم قدما المهم لشغلة ديزاين نفسه أكثر ده كده جزء وان شاء الله الفيديو الجاي نكمل في موضوع الكلبري اشان بيم وركم